رغم مخططات تفريغ المناطق المصنفة جيم لتسهيل ضمها إلى المستوطنات يصر الفلسطينيون على تأكيد حقهم في هذه المناطق بالتواجد فيها على الدوام وعدم مغادرتها وفي سبيل ذلك تعمل وزارة السياحة والأثار على رسم مسارات للمشي توصل القرى والبلدات ببعضها البعض لا سيما التي ينهش الاستيطان منها شيئا فشيئا فهذه المسارات تأخذ سالكيها في جولة تعود بهم إلى تلك الأزمنة التي لا تنسى من تاريخ فلسطين وكيف عاش أسلافهم في هذه المناطق دون كهرباء ولا مركبات ولا حتى هواتف نقالة الأرض فلسطينية نحن ندافع عنها بوجودنا لنثبت للعالم أجمع أن هذه الأرض أرض فلسطينية ولا توجد هناك أي تصنيفات سواء كانت مناطق سي أو بي نتمنى أنه الكل يساهم في مثل هذه المسارات ويشجع الآخرين على القدوم إليها فعبر هذه الجبال والسهول والأودية بين بلدتي عبود شمال راملة وديربلوت غرب سلفيت يعيش الزائر للمكان لحظات بين طبيعة الخلابة وعيون المياه لن تنسى فبعد شتاء طويل رسمت الأمطار هذه الجبال بألوان الربيع الزاهية فتكونت لوحة يقف المتنزهون أمامها كثيرا يتأملون روعة فلسطين ولا يقتصر المشهد على المياه والسهول والزهور والحيوانات والطيور البرية بل يضاف إليه الآثار التي تسير معك طوال الطريق فهي تنقلك عبر آلة الزمان إلى عصور من عاشوا في هذه المناطق وعمروها وما زالت شواهدهم تذكر بهم حتى يومنا هذا أهمية أنها ما نترك هذه الأماكن للمستوطنين أنهم هم يتحكموا فيها وبالتالي أن تواصل الناس بهذا الأماكن هي شيء مهم جدا هذا من ناحية ثانية أن هذه الأماكن تزخر بالموروث الثقافي الفلسطيني سواء على مستوى الطبيعي أو الثقافي وتنشط في كثير من المناطق الفلسطينية مجموعات تهدف إلى التعريف ببيئة فلسطين وتحدي إجراءات الاحتلال التي تمنع دخولهم إليها بحجج أمنية هارون عميري تلفزيون فلسطين